لماذا فشلت طالما أن هناك مطلب أساسي وهو لقمة العيش كيف فشلت؟ والله يا أستاذ محمد هذا كلام يطول ولكن دعني ألخص القضية ببساطة وجود الأسباب لاندلاع الثورات لا يعني نجاحها بشكل آلي أوتوماتيكيا النجاح في هذا الموضوع يتطلب قضايا أخرى غير الاشتعال الاشتعال سهل عندما تأتي ببنزين وبعود ثقاب يشتعل ببساطة شديدة إنما أن يتحول هذا الاشتعال إلى طاقة إيجابية تحتاج إلى مكينة مصممة جيدة رائعة هذا ما افتقدناه نحن في منطقة كل الشرق الأوسط والعراق كنموذج ومصر ومقية المناطق افتقدنا إلى وجود خطة واستراتيجية واضحة لتغيير حياتنا للاستفادة من هذه الثورة الهائلة الإيجابية الكبيرة التي خرجت للشوارع وتحويلها إلى عمل إيجابي حقيقي يغير الواقع ويغير الحال هذه القضية بحاجة إلى قيادات بحاجة إلى خطط بحاجة إلى ناس تملك القدرة على إلهام شعوبها لتحويل هذا الأمر إلى حقيقة فاعلة كل هذا افتقدناه وما زلنا الغياب اللي ترجمة نانسي قنقر